موسيقى بالنسبة لسؤال الفرق بين العمارة أو مهندس قال لي أننا عموماً تعودنا على أن مقاصد الخالق في هذه الخالقة اثنان العبادة والخلافة أنت قال أضفت عمارة الأرض شيء جديد هذا ليس أنا على كل حال العلماء من قديم من تكلموا في المقاصد وأول من ذكر هذه المقاصد بهذه الطريقة صراحة هو الراغب الأصفهاني في كتابه الذريعة إلى مكارم الشريعة قال أن مقاصد الخالق في هذه الخليقة ثلاثة عظمى العبادة والخلافة والاستعمار وجاء بالآيات أنشأكم الأرض وأستعماركم فيها الآن سؤال ذكي جداً وجميل على الفكرة سؤال ذكي جداً بعض الناس قد لا يرى وجهاً للتفريق والتمييز بينه الاستخلاف والاستعمار لا هناك وجه كبير على كل أحد الآن البشر كلهم خلفاء على فكرة كل الأمم خلفاء وتحققت فيها الخلافة هل كل هذه الأمم خلفت الأمم السابقة أو خلفت كل أمة سابقتها بحق وعدل يعني؟ لا جاء لكم قلفاء من بعد قوم ينوح من بعد كذا أبداً بعضهم خلف المبطلين بباطل وبعضهم خلف الصالحين بباطل وخلف الباطلين بإصلاح تختلف الأمم إذن هذا يدخل في قانون آخر اسمه قانون المدافعة وكيف يصير هو الاستخلاف؟ أمة تخلف أمة ليس دائماً على البارد على المرتاح لا مرات يصير والتدافع ولولا دفعوا الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض خطبة اليوم أيضاً إذن المدافعة من الصلاح والإصلاح المدافعة قانون في الإصلاح ليه طيب؟ لأنه انت افترض الآن أن هناك أمة لا نرى القرآن كتاب قوانين وكله كتاب سنن تاريخية عجيب جداً مذهل مذهل هذا الكتاب ليستحيل نكون هذا تأليف بشر بشر لا يستطيع أن يفكر بطريقة هذه مستحيل الله قال لك تبارك وتعالى لو تركت أمة فاسدة مفسدة طاغية باغية عدية لو تركت هكذا تفسد الأرض تفسد العالم من للمظلومين؟ من للمهضومين؟ من للمسحوقين؟ من للمذلين؟ من للمذلين؟ فالله قال لك لا أنا أسلط واحداً على واحد وأمة على أمة وعلى فكرة ما الشرط دائماً الذي يسلط يكون صالحاً وعلى طالح يحصل أحياناً كما سلط داود عليه السلام بمن معه على من؟ على قوم جلوت جليات يعني عندهم واضح؟ وأحياناً لا كما تقول العامة أضرب الظالمين بالظالمين أحياناً ظالم يسلطه الله على ظالم وما من يد إلا يد الله فوقها وما من ظالم إلا سيبلى بظالمي الشعر يقول ظالم على ظالم إذاً في مدافعة إذاً في مدافعة ليه؟ حتى لا يأساً مسار التاريخ البشري أنت أمة فاسدة وقوية وتبقى ألف سنة ألف سنة ألف سنة تفسد المشوار البشري كل ولا ما الصحيح؟ لا تحكم إلى أمد معين ثم تنتهي من بين آليات إنهاء هذه الأمم الفاسدة المدافعة ومن أهم آليات إنهائها ماذا؟ فسادها الذاتي قال تبارك وتعالى في الإسراء وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا ما ففسقوا؟ الفسوق هو ماذا؟ مجاوجة الحدز الطغيان يعني والخروج على الحدود المحددة في كل شيء هنتبه الفسوق في كل شيء فهنا طبعاً والعياذ بالله يختل حبل الحق وحبل العدل وحبل الاستقرار وحبل الأمن وحبل المعائش أيضاً بالظلم ابن خالدون عنده فصل جميل جداً جداً في المقدمة في أن الظلم مؤذن بخراب العمران الظلم مؤذن بخراب العمران وفسّرها تفسير عجيب طبعاً من وحي التاريخ ومؤرخ كبير فيلسوف التاريخ هو رحمة الله عليه كيف طيب؟ كيف الظلم مؤذن بخراب العمران؟ عكس الحالة التي صارت مع الفاروق صحّة القصة أم لم تصح؟ سياق حياة الفاروق حتى سياق استشهاده ردوان الله عليه يؤكد هذا الفهم الخلدوني ما هو؟ عمر صحّة القصة هي حكمت فعدلت فأنمت فانمت أو لم تصح؟ بغض النظار هذا الذي كان الرجل فعلاً كان حاكماً وكان عادلاً وكان أعدل ما يكون في أهله وذويه وأصلب وأشق ما يكون في أهله وذويه قرباً ولم تصحيح عكس الآخرين جميل جداً وفعلاً كان يمشي يبيّن الناس بلا حراسة وعمار لم لم يعرف أنه كان عنده حرس لم يكن عنده حرس وفعلاً ربما جالس في قارعة الطريق أو نام مهمة لأنه ليس خايف من أحد هو على فكرة هنا أنا رئيس النمسة يقدر نفس الشيء يمشي في الشوارع وقيامة نرى نفس الشيء يتصور مع الناس ليس خايف من أحد لم يظلم أحد هو لا يوجد أبداً إذا ظلمك يظلمك قاضي معين في محكمة لكن الرئيس نفسه لا يظلم حدود حتى سلطاته وعمار كان هناك بالعاكس وعمار محق نفسه هو ذويه في مصلحة الأمة والمسلمين في خاف من من ويوم ما هدده اللعين أبو الأولى المجورسي قبّح الله ذكره واسمه هددوا بشكل واضح والصحابة فهمه علي بن أبو طالب قال له يا أمير المؤمنين قال له ألعبد يتهددك قال له ما لي عليه سبيل واضح قال له لا أصنعن لك رحاً يتحدث بهالناس فواضح تهديد يعني وفهموها عمر ما شافش أنه عنده عنده مبرر لاعتقاله شيء غريب عدل رهيب عجيب هذا عمر هنشوف اللي أجوا بعد عمر عاد ودمروا حضارة الإسلامية ودمرونه ودمروا الإسلام كله أجهضوه قلبوه قلبوه إلى شريعة استعمارية إمبراطورية استعبادية إشي مختلف تماماً ابن خلدون درسهم قال له الحاكل من يكون ظالم بكون قلقان صحة ولا بكون خايف والشاعر قال بذا قضى الله بين الناس مذ خُرقوا أن المخاوفة والإجرامة في قراني ولذاك أخي الكريم سؤالك الجميل هذا كواحدة وبالشرط أن كل من استخلف يقوم بالعمارة لا قد يقوم بماذا؟ بالخراب وبالظلم المؤذن بخراب العمران فالاستخلاف شيء ابتلاء على الفكرة الله جعلنا خلفاء ويخلق بعضنا بعضاً ابتلاءاً قال ليابلوكم فيما آتاكم عشان يشوف مين أحسن مين يكون أحسن اللي يقوم بوظيفة العبادة والعمارة